اعزائي طالبات وطالبات السنوية العامة اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة الثانية من مراجعة المواد الفلسفية وبالتحديد علم المنطق وهيكون في ديافقتنا مستر محمد ردوان مستر خير يا مستر مستر خير مستر مشرفنا ومشرفنا كالعادة ما يخليك وتفضل مع طلابك في البوكلتات اللي حضركنا حددا نفس القصة برضو احنا بنبدأ بسؤال حد واشر تمام ده البوكلت رقم واحد في المنطق تمام احنا بنبدأ بسؤال حد واشرة طبعا اول عشر اسئلة زي ما احنا اتفقنا بيكونوا فلسفة من ضمنهم سؤالين اجب عن الف اوبي اول ما بيطالب بيشوف رقم حد واشرة دي بقى ده عندي كده المنطق جميل المنطق نفس القصة برضو هياخد عشر اسئلة من ضمنهم سؤالين بيبقى اجب عن الف اوبي بيمتحن طبعا في ثلاث فصول بعد حسف فصل اللي قول فصله الرابع بس في ثلاث فصول المنطق الفصل الاولاني الفصل الاولاني هو منطق لوحده خمس اسئلة في الامتحاد جميل خمس اسئلة يعني معدل خمستاشر درجة في الامتحاد من كم؟ من تلاتين يعني مش بيتساوي زي الفصل بتاعة الفلسفة يعني مش بيتساوي زي الفلسفة احنا بنكلام على خمستاشر درجة في الامتحاد ده اللي الفصل اولاني هو منطق بس مهم جدا تمام بالنسبة للفصل التاني بيجي عليه تلات اسئلة الفصل الاخير بيجي عليه اربع اسئلة يبقى الفصل التاني عندي التسعة درجات والفصل الاخير عندي الاثنشر درجات هناليا واردو نفس القصة المجموعة بالنسبة لنا هيكون ستة وثلاثين درجة في سؤالين بيتمع حصفوهم بيبقى له تلاتة درجة اختر الاجابة الصحيحة وعلق عليها ده اول سؤال قدامنا اخطاء متأصلة في تركيب العقل الانساني عند بيكون ويطلق عليها اوهام الجنس البشر لاني هم نتكلم على العقل الانساني ككل بمعنى انا عندي اخطاء والاخطاء دي يتموجودها عند كل البشر زي التصرف اصدار الاحكام يبقى اوهام الجنس البشري هي الاخطاء التي يقع فيها الفرد بس بحكم طبيعته البشرية انها كسر وده موجودة عند كل الناس هو كده العقل لا يقبل الا ما يتطفق مع غروره ولا يرضى بالتجارب الا التي يرضى عنها هواه زي التصرع في اصدار الحكم ده موجود يعتبر على عند كل الناس تمام يعد التحقق من صحة الفرود احدى خصائص العلم في المنهج العلمي المعاصر اعرض في دوق ما درست طيب احنا عندنا العالم مش بيختبر فرد واحد وتاني فرد معناه تخمين كلمة فرد اللي هو تفسير مؤقت للظاهرة كلمة فرد معناه تخمين الفرد اللي يختبر تخمين واحد ولكن عدة تخمينات او عدة فرود يبقى العالم لا يختبر فرد واحد ولكنه يختبر عدة فرود زي مثلا نشأة الكون نشأة الكون جي اكثر من عالم حط فرد واحد قالك كون يتخلق من المية من الهوى من النوع يبقى احنا دلوقتي قدامنا فرد واحد ولا اقسر بالفرد اقسر من فرد اذا انا عندي انصقة كاملة من الفرود لابد اختبارها عشان اضع قانون علم كون حجة استنباطية فاسدة جميع قضاياها صادقة طبعا هنا في باسورد انا مدربوا للطلبة اللي هو صادقة 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 فاسدة اه لا اتا صادقة فاسدة اه فاسدة ازاي انه ما يبقاش فيه علاقة تربط ما بين المقدمات والنتيج يعني بيبقى فيه كلمة تحت مش موجودة فوقها اه وسبق شرحناها هنا جميل في الحجة الاستنباطية تمام هنا هنقول كل الكطط سديات كل النمور كطط كل الاسود سديات هنلاقي ان كلمة اسود موجودة تحت في النتيجة بس مش موجودة في المقدمات اه اعتمد رازالفورد على المماثلة الاستقرائية في تفسير الزرة دلل على ذلك طبعا عرفنا عندنا مجموعة علماء نموص القوانين علمية عن طريق المماثلة المماثلة اللي هو التشابه او التناظر بين امرين او اكثر اه عندنا من ضمنهم رازالفورد رازالفورد اللي قال فيه تشابه ما بين النظام الشمسي اه ونظام الزرة اللي هو الضوران الالكترونيات حول الزر تمام يتطلب نموذج قل لا هنبل في التفسير على وجود قانون عام يفسر الاحداث دلل بمثال طبعا هو قل لا هنبل بيقدر يحل اي مشكلة قدامه اه لانه طبعا كان من اكبر العلماء في العلوم الطبيعية والاجتماعية وعشان يحل اي مشكلة قدامه كان بيعتمد على تفسير وتنبؤ ووصف مه وصف بالنسبة له هو قانون بيفصل الظاهرة كان زي بالظبط كده عندك عربية مه انت فجئت دلوقتي انه حصل انفجار للريداتير تمام يبقى انا دلوقتي بسأل عن سبب تفسيري للظاهرة مه لماذا انفجار ريداتير ايه السبب في انفجار ريداتير تمام هتضطر سياتك تحطيلي اكتر من تنبؤ يعني اكتر من احتمال ممكن يكون ريداتير مملؤ للاخر ممكن ما قدردناش نقفل الغطى باحكام لو غطى ريداتير من دمن التنبؤات ممكن اقولك ان المية مع درجة الحرارة المنخفضة بتتجمد يعني انا لو جبت ازازة مية او جبت مثلا كوباية ازازة وفيها مية وحطتها في الفريزر فترة طويلة اللي بيحصل لها بتنفج لان الماء مع درجة الحرارة المنخفضة ها بتتجمد تمام يبقى انا هنا اقدمت اصل الى قانون علمي ووصفي للظاهرة حد الصواب والخطأ في العبارة القاتية مع التعليل تعتمد البديهيات والمسلمات على مبادئ المنطق طبعا العبارة عندي صحيحة اللي هو مبدأ الزيتية وعدم التناقض والثلاث المرفوعة الزيتية الشيء هو ذاته حقيقة الشيء لا تتبدل ولا تتغير يعني الانسان هو الانسان محمد هو محمد جميل حقيقة الشيء لا تتبدل ولا تتغير لكن قانون عدم التناقض لا يمكن وصف الشيء بصفة ونقضها في نفس الوقت يعني لا يمكن ان يكون الطالب حاضر ولا حاضر في نفس الوقت اما قانون الثلاث المرفوع ومبدأ الثلاث المرفوع اما ان اصف الشيء بصفة او نقضها ولا سلاث بينهم سيارة اما ان تكون سريع او لا ولا سلاث بينهم عفلاطون اما ان يكون حي او لا حي ولا سلاث بينهم طبعا نشوف الصفحة الثانية كده من البوكلة الاول حدد المقصود بكل من التجربة المرتجلة طبعا تجربة المرتجلة هي اولى المراحل اولى التجارب بيرجأ اليها الباحث حينما يجهل خواص الاشياء التي يدرسها يعني مسلا نيوتين كان قاعد تحت الشجرة وقاعدت على التوفيح موضوع جيب الصدفة كان زمان في واحد اسمه عباس ابن فرناس حاب ان هو يطير اول حاجة عبدالله راح جايب اليش وحاول ان هو يطير الراجل ده وقامت اللي استخدمه تجربة ايه تجربة نحة ايه بدائية اللي اسمها مرتجلة التجربة العلمية بقا دي تعتبر اوافر مراحل المنهج لاستقرار التجريبي ممكن يبتديها مرتجلة بس يوم ما هاختمها هاختمها علمية عشان كده انا متحقق من صدق الفرد علميا جميل الفرد العلمي في المنهج الاستقرار التقليدي طيب احنا عرفنا ومن بداية كلامنا عن المنطق ان كلمة فرد معناها تخميد تفسير مؤقت لظاهرة المياه او اقتراح بحل ممكن لمشكلة انا ببحث فيها حيث تلعب عملية وضع الفرود دورا محواريا في المنهج الاستقرار التجريبي القضية الاياتية ستزدهر مصر اذا وفقط اذا تم القضاء على الارهاب هنا بقى في السؤال دوات حكم الرابطة يصدق اذا صدق طرفاه او كذا بطرفاه يصدق اذا صدق طرفاه او كذا بطرفاه انا عشان احلل المسألة دي باعتمد على الاحكام لان انا بحول اللغة الى رمو رمو بعد كده بعمل حاجة اسمها قيام الصدق في عندي ثوابت في قيام الصدق يعني ستزدهر مصر دي بتبقى قاف فبحط تحت القاف صد صد كاف كاف صد بمعنى صادقة وكاف بمعنى كاذبة اما اللام بحط لها ثوابت صد كاف صد كاف بعد كده قاف تشارة لام بطبع عليه الحكم اطبع عليه الحكم ازاي احنا قلنا يصدق اذا صدق طرفاه او كاذب طرفاه يبقى اول حاجة هتبقى صادق بعد كده كاذب كاذب واخر واحدة هتبقى صادق هنحول اللغة لرموز يبقى هقول صاد كاف كاف صاد بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها التبادلية ان قاف تشارة لام يساوي لام تشارة قاف يعني ايه تبادلية انا بعمل حت التكافة منطج بمعنى اذا تم القضاء على الالهاب ايه لا هيحصل لمصر يا سيد زحمة ها ايه وايه بقى سيتزاهل مصر بس امتى اذا وفقت اذا امتى لو تم الايه القضاء على الالهاب يبقى انا دلوقتي اكدت على القضاء على الالهاب حدد مفهوم الممثلة الاستقرائية موضحا الهدف منها الممثلة هي التشابه او التناظر بين امرين او اكثر اللي احنا شرحناها قبل كده هنا في الاستوديو اللي هو طعم السمك السلم ونيوشبه طعم السمك البولي اعتمد الحسن ابن الهيسم على الاستقراء بمثابة منهج معني بتفسير الظواهر دلل على زلك طبعا الحسن ابن الهيسم اعتمد على مبدأ الاستقراء بس قال لي بجانب الاستقراء لابد من وجود رياضة يبقى انا باستخدم استبيانات وإحصاريات رياضية حسن ابن الهيسم طبعا احنا هارفين انه كان عالم بصريات مشهور وهو صاحب نظرية الملاية القروية اللي يعني عكاس الضوء من الجسم الى العين وليس العكس زي زمان كده كنا نلاقي واحد ماسك الملاية وايه بيصلتها على اشعة الشمس وبعكها بتيجي في عين زي مينو يبقى الضوء دلوقت جي من الجسم المين للعين وليس العكس كل اللي اكد عليه اكد على المطرد الكياسي انه لابد من استخدام الرياضيات واتفق معاه طبعا واحد اسمه برتان دراسل اخر سوال هنا هوت في البوكلت بيقول حدد السباب والخطأ في العبارة القاتية مع التعليل الفرض في المنهج العلم المعاصر يتم التحقق منه بطريقة مباشرة انتقل البوكلت التاني اللي هي صفحة رقم ثلاثة طريقة الاختلاف عند جون استوار تميل تعبر عن التلازم في الغياب اذا غاب العلة غاب المعلوم يعني اذا غاب السبب غاب المسبب تمام يعني مثلا هديلك مثال وزا دلوقتي فيه اسرة الاسرة دي اتسميت اول حاجة بنشوفها ايه ايه سبب التسمى مزبوط لان الاسرة دي مثلا اتفقت في سبب واحد اللي هما كلهم تناولوا العصير مع الاختلاف في الاكل تمام يبقى كده العصير هو السبب الرئيسي السبب الرئيسي طيب دي طريقة اسمها طريقة الاتفقة جميل قالك الطريقة دي ليه هايب هايبها ايه ان انا ممكن احدد سبب لحدوث الظاهرية انا ممكن اقول والله العصير هو السبب هم وما يطلعش العصير يطلع حاجة تانية تمام فاذا اتأكد هسأل الناس اللي تسممت اقول لهم هالجلكوا واحد كال معاكم وما تسممش هم قالوا ايه اوه فيه والله فلان دوت هم انا هسأل فلان حلالك انت كلت ايه اكلت كل الاكل مع عادة العصير مش سبب تشهد عصير هم يبقى مين سبب التسمم دلوقتي تأكد انه العصير العصير هو السبب لان غاب العلا اذا غاب المعلم جميل ولازم هنا نكتب المثال اللي هو قد ادوله هم تتباين العلوم في قدرتها على استخدام الرياضيات كأدالي القياس اعرض في ضوء ما درست ليه قابلية العلم كأدالي القياس هم العلوم الطبيعية ما تقدرش تستغنى عن الرياضة يعني الكيميا والفيزيا ما يستغنوش عن الرياضة لانها بتنظف القوانين الدقة هم يعني مثلا سرعة الضوء مية ستة وتمانين الف منها السنة استخدمت الرياضة لكن انا عندي في علم النفس وعلم الاجتماع ينفع استخدم اليونة؟ لأ لعدم وجود علاقات سابقة مهم كون حجة استنباطية صحيحة جميع قضاياها كاذبة يبقى دي الباسورد بتاعها كاذبة 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 صحيحة انا بقول كل المخلوقات ذات العشرة ارجل لها اجنحة كل العناكب ذات عشرة ارجل اذا كل العناكب ذات اجنحة مهم هنلاقي هنا صحيحة ازاي؟ صحيحة في الشكل الكلام اللي تحت في النتيجة هو اللي موجود في المقدمات مهم اذا هي صحيحة لوجود علاقة تربط بين المقدمات والنتائج ولكنها كاذبة برجوحها الى ارض الواقع لان انا قلت كل المخلوقات ذات العشرة ارجل لها اجنحة طب هل دوت على ارض الواقع موجود؟ لا يبقى كاذبة كل العناكب ذات عشرة ارجل العناكب منعاش عشرة ارجل يبقى برضو كاذبة كل العناكب لها اجنحة العناكب برضو منعاش اجنحة اذا هي كاذبة يبقى انا هنا بفرق ما بين حاجة اسمها صورة مضمومة الصورة اللي هو شكل الحجة اني لازم يبقى فيه تطابق ما بين المقدمات والايه والنتائج والنتائج لكن المضمون اللي هو رجوع الى ارض الواقع الواقع هنا القضايا قدامي شرطية اسم الربطة شرطية رمز الربطة قاف شرط لام اللي هو سهم لام حكم الربطة يجذب في حالة صدق المقدم وكسب التالي احنا قلنا عشان نحل السؤال دوت او المسألة ديت لازم اهتم بالحكم يجذب في حالة صدق المقدم وكسب التالي احنا هنا بنحول اللغة الى ايه؟ الى رموز يعني مثلا عندي دلوقتي قاف لام وبعد كده قاف سهم لام قلنا سيد احمد ان فيه ثوابة لازم تكتب في الامتحان بمعنى قاف ثوابتها صاد صاد كاف كاف لام صاد كاف صاد كاف الثوابت ديت هاي اللي بتحدد الحكم الثوابت ديت هاي اللي بتحدد الحكم هو قال لي يجذب في حالة واحدة بسا صدق مقدم وكسب تالي اذا صاد كاف صاد صاد دي الوحيدة طبعا التي لا تتصف بالتبادلية يعني ملهاش تكافؤ منطق تعدى اللا معرفات اساس التعريفات الرياضية اللي عبارة عندي صحيحة احنا عمدين اللا معرفات لفظ لفظ انا باستخدامه عشان اعرف بصطلح يعني بس هل نقص الزحن يعني ايه كلمة طول عامل ما اسأل واحد اقول له ايه كلمة طول هايعمل لي كده هيقول لي طول يعني ايه عرض هل هنا ليهم تعريفة لا هي الفوض واضحة بذاتها لا تحتاج لا تعريفة لانها واضحة بايه بذاتها ولو عرفتها ساقع في سلسلة ما الى نهاية من التعريفات يعني انا اعرف كلمة طول هتطلع لكلمة تانية رخمة لازم اعرفها وهكذا ما هي واضحة طول عرض اعتمد فرانكلين على المباسة الاستقرائية في تفسير زالات البرق والرعد اللي هو اوجد التشابه ما بين البرق والرعد والقهرباء والراجل ده اللي قال ان البرق والرعد ناتج عن الكهرباء لان البرق والرعد هو تفريغ للشحنات الكهربائية غير المتجنسة في الصحب العليا والصفلة وده اللي عمل صوت وعمل ضوء اللي هو البرق والرعد ننتقل للصفحة الرابعة اعلت ثلاثة من شروط اجراء التجارب في المنهج الاستقرائي التجريبي طبعا يا الزحمد انا عايز اعمل تجاربه فبالتالي في شروطها مش عليها مهم لازم اكون على حياته موضوعيا ما تأثرش بحد انا بعمل التجارب يعني بسا نفتكر معايا في الفلسفة كده اتكلمنا عن حاجة اسمها الاستنساخ تمام اكيد الدين بيخالف الاستنساخ تمام كده لان ده تدخل في اراضة ربنا لا بس هم العلماء قال لك لازم يبقى عندي حياته موضوعية ما تأثرش بحد هعمل تجربة بعدم التأثر بالاراء والمعتقدات الدينية والسياسية والاجتماعية والشخصية كمان يعني ممكن العالم نفسه يبقى مش راضع اللي بيعمله والصغاص بين عنه هيعمله هيعمل التجربة ماشي تبكر لشروط مؤينة وفي يقظة وانتباه معلش ممكن حاجات تبقى بسيطة وتافعة وزيارة تأثر في التجربة تأثر في المعمل يبقى لازم اكون على يقظة وانتباه لكل ما هو غير متوقع لازم مراهات المواسيك الاخلاقية تمام لازم احصل على حاجة اسمها الموافقة المستنيلة عند اضواء التجارب سواء على انسان او على حاجات يعد الفرد في العلم المعاصر فردا من الدرجة التانية وانقول هنا المقارنة اللي ما بين المنظور التقليدي ومنظور المعاصر الاستقراع عند بيكن يمثل خطوة هامة في الكشف والاختراع عقب برأيك على منهج بيكن هو اولا بيكن ده اضاف للاستقراء لان الاستقراء بالنسبة له هو وسيلة للكشف والاختراع بيكن اكد على طريقة اسمها طريقة الاستبعاد انه استبعد ان كل القوانين القوانين كلية عامة قال يا جماعة والله في قوانين خاصة لوجود حالات سلبية زي مثلا ليس كل حركة تولد حرارة هنا في اداة سلب اللي هي ليس احنا متعودين ان اي قانون علمي في الدنيا هو قانون عام وموجب زي مثلا كل المعادن تتمدد بالحرارة قانون عام وموجب ما فيش اداة ايه سلب من اللي خالف الطريقة دلوقتي فرنسيس بيكن طبعا ده بيضاف ليه لانه له السبق والريادة في اعلاء شعر من المنهج العلمي بس نقضوه قالوا انت في عيب عندك العيب ان اهمل دور الفرد العلمي اهمل دور الفرد العلمي اللي هو سبق وقالنا على كلمة فرد معناها تخمين هو بيكن ما عملش عملية التخمين عمل ويليام هويل على تطوير المنهج الاستقراء التجريبي وايده في ذلك كلود برناند طبعا فعلا الاتنين اتفقوا مع بعض في تطوير المنهج الاستقراء التجريبي وقالك لابد من الاعتماد على الملاحظة الامبريكية ان انا باعتمد على ارض الواقع والملاحظة هو بيقولك اي فرد اي فرد لازم يطبق نتائج عشان يصبح قانون والله الفرد لو طبق النتائج هيصبح قانون لكن لو ما طبقش النتائج يبقى انا كلامي تخميني ده غلط طالما تخميني غلط يبقى انا قدامي حلين يأما استغنى عن التخمين يأما اقوم بالتعديل في التخمين يعني اعدل في الكلام حدث شروط الفرد في المنهج العلم المعاصر اه قاسف في المنهج الاستقرائي التجريبي اولا انا في الفرد في المنهج الاستقرائي التجريبي انا باعتمد على الملاحظة والتجربة ولازم كمان لما بفترة فرد ما عارضش حد قديم عدم التعرض مع الحقائق العلمية المثبتة الا اذا كان لدى الباحث ادلة تجريبية واضحة وجديدة وما ينفعش اعمل عملية تنقض يبقى خلو الفرد من التنظر بعد الفروض السورية تشيل لكائنات واقعية تغضع للادراك الحسي السؤال جيبت سبسيغة تانية هل هي تغضع للادراك الحسي هل ان انا بقدر اشوف الهوى والالكترون طبعا لا يبقى على تغضع للادراك الحسي وهنتكلم على التأكد منه بطرق الغير مباشرة تشوف البوكلة رقم 3 الصفحة الخمسة فضلوا زر الحمد اشتراك حالتين من حالات الظاهرة في ظرف واحد عندما يسمى طريقة الاتفاق اللي هي اذا وجد العلة وجد المعلوم اذا اشتراكت حالتين او اكثر في ظرف واحد معين فان هذا الظرف هو علة الظاهرة هما كلهم سبب التسمم ان هما تناولوا العصير اي تغير يحدث في العلة يحدث في معلولها يعبر عن طريقة اتفاق اختلاف انت لازم في التغير الجمع بين الاتفاق والاختلاف طبعا انت لازم في التغير اي تغير بيحدث في العلة بيحدث بالطبيعي في معلولها يعني مثلا زيادة الاستذكار بيؤدي الى زيادة التفاق زيادة الاعلانات بيؤدي الى زيادة مباعدة زيادة البطالة بتؤدي الى زيادة جريمة يبقى اي زيادة بيصاحبها زيادة اخطاء يقع فيها الفرد نتيجة تأثره بالمشاهير وهي ليست فطرية طبعا احنا عندنا هنا هوات اوهام اسمها اوهام المسرح اخطاء يقع فيها الفرد نتيجة تأثره بالمشاهير المفكرين الفلاسفة زمان كانوا مؤمنين جدا بنظريات قدماء العلماء مش دورك انك انت تتفرج على مصرحية وتبقى دورك مشاهد فقط لازم تبدي رأيها لكن اوهام المسرح ما فيهاش اي قراءة طب هل احنا اتولدنا واحنا معانا اوهام المسرح لا اذا هي ليست فطرية حلل وظيفة الفرد في المنهج العلم المواصر او حدد شروط الفرد هنا بقى قدامنا كذا سؤال يعني مثلا الفرد في المنهج العلم المواصر وظيفته ان انا عندي قدرة على تفسير الظواهر وبقدر يقدم تنبؤات والفرد مش تحمين وهمي جسور بل يعتمد على العبقرية علم ده وظيفته حدد شروط الفرد في المنهج العلم المواصر لازم الفرد بالنسبة لنا يكون قابل للتفنيت لازم احدد العلاقة ما بين متغيرين او اكثر لازم انا دلوقتي لما بجر التجربة بيبقى بوصف عالم او ناظر من العلماء او النظراء العلم استجابة لحاجة البشر في فهم العالم واسلوبه دلل بمثالين طبعا احنا عرفنا قبل كده ان العلم بيختلف عن الانشطة الفكرية الاخرى زي الفلسفة والادب والاساطير لان من اللي بيوفر تفسيرات موضوعية قائمة على اسس منهجية العلم العلم عملية دينامية مفاعمة بالحيوية كلمة دينامية معناها منتغيرة مفاعمة مليئة حيوية نشط لان الملاحظات والتجرب تقودنا الى تخمين الفرود فتخمين الفرود يقودنا الى سياغة نظريات مه ولما بصل لنظريات بروح اجيب كمان نظريات جديدة تمام قد تكون مقدمات الحجة كاذبة والنتيجة صادقة وتظل الحجة صحيحة دلل بمثال طيب احنا بنقول دلوقتي المقدمات الحجة كاذبة والنتيجة صادقة مه يعني مثلا انا بقولك كل الطيور سديات مه كل القطط طيور اذا النتيجة كل القطط سديات لما اقولك كل الطيور سديات تلد ولا طبي دي بقى كلام كذب مه لما اقولك القطط من ضمن الطيور هقولك برضو كلام كذب مه لكن لما نزل في النتيجة واقولك كل القطط سديات هناك كلام بتاع صادقة لان القطط تلد ولا طبي طبي وطبعا هنا في علاقة تربط ما بين مقدمات ونتيجة ميز بين الاستقراء التام والاستقراء النقص عند اريستو طبعا اريستو فحص كل افراد الظاهرة ثم اطلق الحكم يبقى اسمه استقراء تاما مه لما فحصنا سجلات طلاب جامعة القاهرة لعينهم ان كلهم حاصلين على شهادة السنوات العامة فانا قلت ان شرطة اساسي لدخول جامعة القاهرة هو الحصول على شهادة السنوات العامة ولكن الاستقراء الماكس انا بفحص فيه عدد محدود من امثلة معينة مه ضع القضية الاتية في صورة رمزية اما ان اشاهد كرة القدم او استمع الى الموسيقى دي اسمها ربطة فصل يبقى اسم الربطة فصل رمز الربطة كاف في لام حكم الربطة يجزب اذا كذا ما طرفه ويصدق دون ذلك قيم الصدق هقول على قاف صاد صاد كاف كاف لم صاد كاف صاد كاف قاف في لام احنا قلنا يجزب اذا كذا ما طرفه ويصدق دون ذلك اذا صاد 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 كاف وهقول التبادلية اللي هو التكافؤ المنطقي كاف في لام يساوي لام بي كاف قضايا واضحة بذاتها لا تحتاج الى دليل او اثبات او برهان دي انا عندي البدهيات لانها بتتفق مع العقل المسلمات مقيدة بعدة شروط 3 شروط متسقة وكافية بمستقل الرياضيات نسق استنبوطية لان الرياضيات هي عبارة عن مقدمات يلزم من المقدمات نتائج والنسق هو بناء مترابط الاجزاء ومتكامل رابطها لا تتصف بالتبادلية هي الشرط الموضوعية والتجريد والتعميم وحقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير من خصائص العلم الموضوعية لازم العلم يكون محايت ما يتقصرش بحد ولا بقراء ولا بأهواء ولا برغبات الأفرق التجريد والتعميم انا لما باجي حل مشكلة مش المقصود ان انا حل مشكلة مؤقتها حل مشاكل ممكن نقابلها في المستقبل طيب حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير لانها قابلة للنقاش والتقصي والتعديل اذا ليست ثابتها تتم سياغة الفرض في المنهج العلم المواصر في صورة قضايا الشرطية عقب برأيك طبعا دي اخر نقطة في الخاصية اللي هي اسمها وحصية الشرطية في خصائص الفرض العلم تمام هنتقل للصفحة رقم 6 حدد أغراض التجربة في المنهج الاستقرائي التجريبي انا بعمل تجربة عشان خاطر اكشف عن قانون يبقى انا متحقق من صدق فرض معين متحقق من صدق فرض معين فبالتالي باصل الى قانون علمي ليلعلم يعنيين ليه معنى اول وليه الـمعنى الـلتاني المعنى الاول احنا عرفنا ان العلم ليه طريقة محددة في السعي للوصول الى المعرفة المنهجية المنظمة بس ذلك باستخدام قواعد اسمها قواعد المنهج التجريبي انا عندي معرفة منهجية المنظمة ده معنى الاول عندي طريقة للوصول الى المعرفة العلمية ده المعنى التجني minute اللي هو قايم على ملاحظة وفرد وتجربة وقانون التجربة والملاحظة مرحلتين متتابعين طبعا لإننا ببدأ بملاحظة ثم بجرى التجربة ثم ملاحظ التجربة إذن فيه تتابع ما بين الملاحظ أوهام السوق هي أخطر أخطر أوهام بيكون وأكثرها متعد طبعا أوهام السوق هي أخطاء يقع فيها الفرد بس في حكم استخدامه خاطئ للغة عندنا اللغة بتاعتنا فيها ألفاظ لها أكثر من معنى زي جبن وجبن مثلا وده طبعا بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى فقدة الألفاظ دلالتها عجزت اللغة عن تأديت وظفتها اللغة دي تعميت عشان أخواتنا نتحدث بيها مع بعض فإذا عجزت أصاب العلم والفلسفة بالصفصة والجمود كلمة صفصة معناها مجدلة مجدلة مغلطة الجانب الإيجابي عند بيكون أكثر أهمية من الجانب السلبي هو فعلا لازم أتخلص الأول من الجانب السلبي وأدرس أي زالة في الجانب الإيجابي وهنا هتكلم على الجانب الإيجابي أجمع معلومات وحط المعلومات في سلسل قوائم وحلل القوائم واصل إلى تفسير نهائي للظاهرة استنباط النظريات هو إتمام النسك الرياضي استنباط النظريات اللي أنا هتكلم على النظريات تتوقف صحة النظريات على صحة المقدمات ما برجعش طبعا لأرض الواقعة علم الرياضة بيتعب لأنه بيجيب معرفات ولا معرفات وبادهيات ومسلمات ثم في النهاية بيصل إلى نظريات ميز بين الاستنباط والاستقراء طبعا إحنا عارفين الاستنباط بالنسبة لنا زي كل العزاب غير متزوجين أيما عزب إذن أيما غير متزوج إذن لا يتجاوز ناتجته ما ورده في المقدماته لكن التاني بيتجاوز ناتجته ما ورده في المقدماته بنقول المثال بتاع الحديد والدهب والنحاس ميز بين الفصل القوى والفصل الضعيف إحنا عارفين أن الفصل القوى والله يفيد الاستباعد يعني إما أن تغبط الطائرة في شرم الشيخ أو الأسكندرية يبقى مثلا واحد بس على عكس الفصل الضعيف الفصل الضعيف اللي هو لا يفيد الاستباعد إما أن أذاكر دروسيا وأستمع للموسيقى في طلبة كتير جدا بتعمل الحديد المعرض تتعددت نظريات الفلسفية التي تفسر طبيعة الرياضة طريقة نظريا للحقائق الرياضية مجرد وقاعة مجردة يعني إيه وقاعة مجردة أو كينات فكرية مجردة من أرض الواقع يعني أنا بقول لواحد زائد واحد بيساوي اتنين مقدر شلمس واحد أو زائد أو يساوي مش ملموسة مش مادية مظموك في ناس قالوا الضرياضة موجودة في أوراق العلماء فقط زي اعتويديس وفيه صغرزة مهم في واحد قال لي هي بتنفاصلة عن الأرض الواقع وفي واحد قال لي لا هي متفكة مع الأرض الواقع 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 اختار الإجابة الصحيحة وعلق عليها أو حدد السباب والخطأ مع التعليل تتم سياغة الفرد في المنهج العلم المعاصر بسرعة تجعله قابلة للتفنيد بس تعديل كده أستاذ أحمد تعديل اللي هي نقطة تالت واحدة اللي هي التصفيف دا لا اسمها التفنيد التفنيد وكلمة التفنيد معناها تجذيب وهنا هتكلم على خصائص المنهج العلم المعاصر الفرد في المنهج العلم المعاصر يفرد يفسر ظاهرة مفردة اللي عبارة عندي طبعا غلط لا يفسر ظاهرة مفردة وبرضه دي في الخصائص يقوم منطق التفسير عند هنبل لعلى معيارين طبعا العبارة صح اللي هو الجمع مبيد الاستنباط والاستقرام تتصف قضايا النسك الرياضي بتعدد خاصها وإسها طبعا الرياضة تعبر عن اللزوء المنطقي لأنها تحصل حاصل وتقوم على مبدأ اسمه عدم التناقض صدق النظريات تتوقف على صدق المقدمات لأن احنا اتفقنا إن النظريات تأتي من المقدمات والله المقدمات لو صح يبقى النتيجة صح دون الرجوع إلى أرض حقائق بسيطة واضحة نسلم بها دون الحاجة إلى البرهنة عليها يبقى تسمى بديهيات طبعا العبارة عندي غلط لأنها تسمى مسلمة وأنا هاشرح تعريف المسلمة وهبرز الشروط بتاعتها تماما فعزائي الطلبة دي كانت يعتبر برضو أهم سري بوكلتس أو تلاتة بوكلتس مستر محمد بجمعهم في فرع المنطق وبرضو زي ما عملنا في الفلسفة هنسأل مستر محمد إيه النقاط اللي الطالب يعمل على سترس أو يركز عليها في خلال اليومين دول قبل الامتحان في المنطق في التلات فصول المقررين طبعا بعد ما بيخلص الدنزاكلة في المنطق كله تفهم كده وقت لا يجب بيحل التلات نمازج دوله تمام تفهم كده طب لأنه طبعا التلات نمازج برضو في شامل يهم النمازج الوزرية موجودة طبعا من دول الأسئلة في أفكار عامة ممكن يركز سويا المنطق بالذات بيبعز ربط أفكار بيضربط مبيد الأفكار يعني ممكن مثلا لو جاء بورق وقلم كده بيرتف فكرة فكرة تفاصيل أوليني ازاي يبقى عالم طبيعي مثلا عشان يبقى عالم بيروح للمنطق فالمنطق هو علم الاستدلال فقسمني استنباط واستقراء وبعد كده بقول لإستقراء تاب وأناقص وبعد كده اتعرض لنبط وبعد كده ودونا الحاجة اسمها الحجة والحجة كان يتحكتين استنباطية واستقراء وبعد كده روحنا الحاجة اسمها الموBrien الاستقرائية ويعرفنا العلماء اللي وصلوا القوارين عن طريق الموONY وبعد كدة قالونا عشان يبقى غلماء يبقى ناسم نعمل تجارة فودونا للعلم اللي معنيين معنى أول ومعنى تاني وبعد كده ودونا عنده واحد اسمه بيكون فبيكون دوت قبل كدة مقد أريستسون أرسلون. وبيكون على الجانبين. جانب سلبي وجانب إيجابي. أتخلص من السلبي اللي هما الأربع أوهام. أدرس أي ظاهرة في الجانب الإيجابي. بعد كده عقبوا على كلمه زي ما احنا عرفنا أنه تعرض برضو لإيه؟ لنرد. لنرد. فالمنطق عايز يعمل علماء. فقال له خلاص عشان نعمل للعلماء بلازم نماشيهم بمراحل اسمها مراحل منهج الاستقراء التجريبي. تمام. اللي هي خطواتهم إيه؟ بحث وكشف وبرهام. بحث عبارة عن ملاحظة وتجربة. أما الكشف هو الفرض. تمام. أما البرهام هو القانون. والقانون هنا هوت لشرطين. شرط اسمه شرط ضروري. وشرط اسمه شرط كافي. وبعد كده في عندي طرق اسمها طرق جون استوارت ميل. وفي النهاية ختم بشخصيتين. جابر في الفصل الأوليني عندنا حالك مهمة كتير جدا لأن احنا اتفقنا ان هما خمسوشة درجة في الانتحان. خمس جزئيات فمهم جدا يعني. طبعا طرق جون استوارت ميل أو أوهام بيكون. عادة كمان بيجو في السؤال اللي اغتياري. اختر ما بين متعدد. تمام. في أوهام بيكون وفي طرق جون استوارت ميل. الممثلة الاستقرائية والهدف منها. العلماء اللي وصلوا القوانين عن طريق الممثلة الاستقرائية. تمام. آآ عنواع الاستدلال عنده ارستون. مهم. نيجي بعد كده دي الجانب الايجابي برضو ايضا عنده بيكون مهم. وعرفنا ان الطرق اللي هي سواء طرقة الاتفاق او الاختلاف او التلازم في التغير. مهم. التلازم في التغير. تمام? برضو نفس القصة واحدة منهم بتيجي اختيار ما بين المتعدد. لان في وممكن يجيب بيكون سؤال مقالي. مهم. ويخالي الاختلاف ما بين المتعدد اللي هو آآ طرق جون استوارت ميل. مهم. نيجي بعد كده لي الفصل التاني. الفصل التاني بيتكلم عن حاجة اسمها الاستدلال الرياضي. مهم. طبعا مقدمات النسق مهمة جدا. مهم. مقدمات النسق اللي هي معرفات ولا معرفات بداهيات مسالمات. تمام. لازم يختار واحدة. مهم. ان شاء الله يعني. تمام? خاصة عن لو جاء اللي كمان من البداهيات والمسلمات بيقوموا على مبادئ المنطقة. مهم. وممكن السؤال يجيب فيه شكل اختار ما بين متعدد. مهم. اما بالنسبة للصيغ الرمزية سؤال اساسي في الامتحن. مهم. هي والحجج. الحجج الاستنباطية. مهم. ربطة التشارط. او ممكن يجيب لي ربطة فصل. او ممكن يجيب لي ربطة شرط. او ممكن يجيب ربطة الوصل. مهم. مربعة هنا هو ما هي ان هو يختار منهم واحدة. واحدة. نفس القصة برضو كول حجة. زي ما احنا كولنا تلات حجة النهاردة. مهم. اللي هي الحجة الفاسدة. مهم. وهي صادقة. والحجة الصحيحة وهي كاذبة. مهم. والمقدمات كاذبة والنتيجة صادقة. صادقة. ممكن نجيب بينها واحدة ان شاء الله. مهم. نجيب بعد كده للفصل التالث وده الاخير طبعا. مهم. فصل التالث ده وقت في المقارنة اللي ما بين منظور التقليد ومنظور المعاصر. مهم. في خاصائص العلم لازم بيجيب منها مقطة وقابلية العلم ادالة القياس مثلا. او الموضوعية او التعميم والتجريد. مهم. بيختار طبعا المقطع والتحقق من صدق الفروط. اه الشروط. وفيه حاجة مهمة جدا. لازم الطالب يفرق ما بين. شروط الفرض في المنهج التقليدي. وشروط الفرض في المنهج العلم المعاصر. مهم. شروط الفرض في المنهج العلم المعاصر طبعا مهمة. اه شروط التجارب في المنهج التقليدي في الفصل الاولاني. مهم. واغراضها. لان فيه عند الشروط والاغراض وشروط التجاربة. واغراض التجربة. والشروط الفرض. هنا بيتم الاختيار ما بينهم. في جزئية لازم تجيبها. مهم. نيجي برضو لقالة هامبل ووليام هويل. او كلوبر معنا. طبعا نفس القصة مهمة جدا يعني. مهمة جدا جدا كمان. الخصائص بيجي برضو فيها السؤال عن طريق صحة وغلط. زي مسلا السؤال اللي احنا شفناه. يا شير الفرض السوري الى كائنات تغضع للادراك الحسين. لا والله لا تغضع للادراك الحسين. طب يتم تأكد بصحته بطريقة مباشرة. لا والله هي بطريقة غير مباشرة. انا هنا مطالب ان انا اكتب الخصائص. ده يعتبر كده بالنسبة اهمة النقاط على الثلاثة فصول. تمام جدا. بالمطلوب من العزنانة الطلبة الطالبات احنا دلوقتي اخدنا حلقتين حلقة في الفلسفة وحلقة في المنطق. باستر محمد في كل حلقة حل سري بوكلت. تلاتة بوكلت. فيهم اسئلة مهمة جدا. وعقب على كده بعض النقاط اللي عمل على استرس. وطبعا احنا بنقول الكلام ده مش متوقعات. طبعا الكلام ده بعد ما الطالب المفروض ان هو راجع المنهج بتاعه ايه? باستفاضة. وهو لو عايز اي معلومات اضافية او اي شرح هو فيه اكتر من كده. هيكتب بس على يعمل على اكاديمية مستر محمد ردواند. فيها كل الفيديوهات بتاعت الشرح على مدار العامل الدراسي. في دي اكده مستر محمد رسائل سريعة طمأنة للطلبة بتاعتك. وطلب الجمهورية مصر العربية اللي بتفرج لنا دلوقتي. ان شاء الله الامتعان هيجي سهل ان شاء الله. اه اهم حاجة طبعا تنظيمك في الايجابة. اه اه عدم الاختصار وعدم الاختصار وعدم الاختصار لازم توضح المعلومة كاملة. اه. تمام كده? اه بحيث انك انت تحصل على كامل ان هو يحصل على الضربة كاملة. تمام? وان شاء الله انا اوصك ان ربنا يكرمهم ان شاء الله ربنا يعلمين. وحاقبه نتيجة عليها ودرجة ان يجبها ان شاء الله. ان شاء الله رفتنا يا مصر محمد. نتمنى نشوفك على طول ان شاء الله. وعزيزي طلبة السلام العامة. تمانيات القلبية بالتوفيق دائما في كل الامتحانات الخدمة. شكرا.